اشتركوا في القناة اهمية كبرى لترجمة التوجيهات الملكية السامية لدعم الشباب البحريني الى سياسات وطنية تعزز الانجازات النوعية للمملكة البحرين لطالما كان الشباب هم شعلة الانجاز وخصوصا في مملكة البحرين التي تولي هذه الفئة جل اهتمامها من خلال اطلاق عدة برامج ومبادرات تدعم الشباب في كافة المجالات لبناء حاضر مشرف ومستقبل مبهر حيث يحرص حاضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تمكين الشباب وتوفير كافة السبل لتطويرهم وتحفيزهم للدخول الى ساحات الريادة من خلال دعم ملكي مستمر ينهض بالابداعات والافكار كما تعمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بجهود منقطعة نظير لتدليل الصعاب امام احلام الشباب البحريني من خلال اطلاق البرامج التخصصية للطلبة واتاحة الفرص لهم للبدء برسم خارطة طريقهم المستقبلية من خلال الاستفادة من خبرات المتخصصين والبدء من نقطة انطلاق صلبة تسخر بالعلم والمعرفة كما تعمل ايضا على اعداد خطة استراتيجية لتطوير كفاءات الشباب العامل في القطاعات كافة ليتمكنوا من الوصول الى المناصب القيادية للمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد هذا ولطالما كانت اسهمات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب واضحة ومشهودة في هذا الملف حيث اطلق سموه عدة مبادرات وسياسات حققت نتائج ملموسة على ارض الواقع ومكنت الشباب من مواصلة مسيرة النجاحات والانجازات في مختلف الاصعدة سيرا على طريق يشجع القدرات والمهارات ويحفز الابداع وكانت لإسهامات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية اثر كبير في مسيرة انجازات الشباب البحريني والتي كانت شاهدا على الدعم المستمر الذي فعل السياسات والاستراتيجيات التي رفعت مستويات الاداء والانتاجية لمواصلة مسيرة التقدم والتطوير نهوض مشهود بالمسيرة الشبابية في المملكة والاستثمار الشامل في الطاقات الشبابية بما يسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز دور ومكانة المملكة اقليميا وعالميا شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين